السلام عليكم انا فاطيمة فاطيمة الله يرحمه كنت سكنة مع الوالدة ديالي كريا بيت مع الوالدة ديالي ومسكينا كنت في الخدمة وشوفت في فيسبوك انا كنا الحرق في شيء قهوة في طانجة ولكن ما عرفت شمون حرق ومبعد في الصباح راجلي خرج مع الخمسة الصباح قتلوا بدوزل القهوة الفلانية انا شوفت الحرق مشان تماما وشاف وقال لي وديرها هي القهوة الشيشة اللي خدمة فيها هي اللي تحرقت ومبعد قال لي قتلان عند اختها باشت علما وتقول لها شنو هذيك انا من اللي طلعت مقدرش نقوله غير طلعته عند الوالدة وعايت له هيفتي لي فون قتل افتح لي الباب انا محتاجة في الوالدة ويفتحت لي ومن اللي دخلت مقدرش نقول لها بلي انا اختك توفت قلت لها غير اختك هرق عليها الزيت في في رجلة وتحرقته ويلا مشوا نسبيطر ايوام اللي مشينا نسبيطر سقسينا دوزنا القهوة الول جبرنا كل شي محرق كل شي ما هذيك سونا ما مجبرنا شي اللي اعطينا زع مراسل الخيط لانا تحرقت دكشي في الوحدة دليل ويحنا مشينا تل خمسة الصباح طلعنا نسبيطرية نويها دخلنا سقسينا هم قل لك شكات جيكم قلنا لما انا قلت لهم سيدة سكنة مع الوالدة ديالي وقلت لما هذي اختها جيبتها معايا ايو اعطونا شي واحد سنسلا واحد الحلقات واحد الخاتم قلت لهم يعني هذي الخوات الموات اللي يوريسوني قدروا يكونوا ماشي ديالة يعني ماشي سوق عامر قالونا وش سوق نزع مهلا تشوفوا دخلونا نداخل لقينا جوج قالونا اسمي يد وحدة اسمي يد وحدة جبرنا هم جوج بهم وحدة بن سليمن بوشرة مسكين الله يرحمه دوها بن سليمن تفنوها وهذيك ديالنا اللي سكنة معانا وصف يجينا في حنال درل غدام ع تسعة صباح ماشينا انا وياها عودنا انا والبنت وخاها وشوفناها في المشروحة جبرناها هي مسكينه مهم عي واحد جيه فوجهة اللي كتمن ما تباقي كل شي كل شي محروق وي مسكينا عملنا الاجراء ديالنا جيبناها هذيك النهار انا ما جيبتاشي جيبتها تل غده لان اباها واماها مسكينا بعادين في الحسيمة الناس كبارين وكتخدم عليهم وعنده واحد خاوة ديالة ولا عود رغم احضرش القنازة لهو ولا ولا واحد خطا بجميم عندهم امتحانات مساكن ويا اللي مكلفة بيهم هي اللي كتصرف عليهم هي اللي كتصيفتهم الشهرية باش كيتعاونوا بيها وكتصيفتن والديها وحتبها مسكين عندنا جمعه لبجة وشاف بنته ولي جا مسكين ما عنده شي باش يديها بلاده يدفنها تفنها هنايا قلنا ربي هنا وربي تمت صافي اليوم تفنها لا لا مجا عنا لانتدار لا تشي حاجة مجا عنا حتى واحد من غير مشينا السلطة حتى ادخلوا بوشا الفاتحة ووجدتنا شهادة الوفاة ووجدتنا مهم جابتنا كل شي تكلفت بالدفن كامل لا بالدفن دياله لا بالدفن دياله لا بالمقابر حضر صيد القائد و سيد الباشا و السلطة والأعوان السلطة كان مني نحضره ولكن انا كان اقولك زعما هما تكلفوا بالدفن دياله ساهلونا الوثائق ديالنا باش خرجناها من الطبيب جيبناها للدارد في الناها صافيها دي